الف مبروك لمنتخب مصر عاوزين نحافظ على المكتسبات والحاجات اللي نفزناها النهاردة كويس جدا ونحاول نعالج الاخطاء منها الامور الكتير اللي اتكلمنا عليها منها موضوع الدربات السابقة لازم نبدأ نشوف له حل مين بينفز لو عبدالله مش موجود مين هيينفز لازم نبدأ نحط في دماغنا قناعات ان احنا منتخب كبير ما ينفعش تسيب الكورة لمنتخب اقل منك يا جماعة ده مش انا اللي بقول يعني هي لغة الارقام حتى انت اكتر منتخب في الامم الافريقية كسبت البطولة فالسودان ما كسبش البطولة غير مرة تسيب الكورة لمنتخب السودان ليه تخليه ضغطك او قاعدين ربنا يسر وقعت مش الناوي ونقوم ربنا يسر خبطت في وشه طب الحمد لله دربة ركنية طب امسك يا حجازي طب ارجع يا مصطفى يا محمد عشان انت مميز في ضربات الراس طب اقف قدام يا صلاح عشان الهجمة ليه 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 كل ده ليه تسيب الكورة لمنتخب زي السودان لان بنكرر تاني القادم اصعب القادم اصعب لو سبت الكورة لمنتخب زي مش هيرحمك والله ما هيرحمونا منتخب كود ديفور منتخب بيلعب الله يعلم يمكن ما يعني يمكن ما نقبلوش بس انا بقولك يمكن نقابله وارد ان احنا نقابله منتخب مش هيرحمك لانك بتتكلم على منتخب عنده هلا وعنده اه بتاع ارسنل وعنده زاهة بتاع كريستال بالاس وعنده كيس بتاع ميلا بتتكلم على لعيبة بولرز على اعلى مستوى فلما تبق انت سايب الكورة اللعبت السودان اللي بتلعب في الهلال وفي المريخ ما احترامنا طبعا الكبير للهلال والمريخ انهم فرق بلغة الكورة كده رخمة في دولي ابطال افريقيا لما بيتأهلوا لكن لما تسيب الكورة اللعيبة بتلعب في جوه الكرة هتعمل ايه لو سبت الكورة للاعيبة بتلعب في الليفل اللي انا قلت لك عليه بيلعب في ارسنل وزهر في كريستال بالاس وهالا الراجل كان في وسط هام في يوم الايام ومهاجم ايكس امستردام ومكسر الدنيا في الشامبينز ليج مع ايكس امستردام وبتتكلم على كيس في ميلا بتتكلم على لعيبة مرعبة بتلعب في ليفل مرعب مش هيرحمونا فيبقى لين سيب الكورة لمنتخب زي السودان وتقوله تعالى اضغطني او لو انت طيب انا طيب منك اتفضل تعالى اضغطني ليه لازم نلعب بثقة لازم نلعب وانت تعرف ان انت اسم منتخب مصر حتى لو انت مش في افضل حالتك الفنية لازم تلعب بثقة اسم منتخب مصر الواحد وفي ضهرك بيسندك لازم تبقى عارف ان انت معاك لعيب من افضل لعيبة كورة اه في العالم محمد صلاح فلازم تبقى عندك قوة شخصية اكتر من كده شوية كسبنا الحمد لله وده كان اول الحاجة بنتكلم عليها قبل الستوديو الاداء احسن كتير اول شوت تاني شوت نوعا ما فيه تراجع في بدايته وفي نهايته اول عشر دقايق الاداء كان سيء اخر تلتاشر دقيقة الاداء كان سيء فعندي تحفظ شوية على قوة الشخصية اللي اتكلمنا عليها قبل المباراة لكن بازن الله بازن الله زي ما بنقول القادم اصعب بازن الله القادم يكون افضل من حيث النتائج والاداء ولو اني في الفترة اللي جاية مش هكون مش هخبي عليكم الفترة اللي جاية بقى في الستوديوهات بازن الله الاستوديو بازن الله بازن الله ويكون معايا زميلي العزيز واخويا المتقلق اللي عارف ان هو وحشكوا جدا 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 احمد عز بازن الله هتلاقوا الصيغة في الاستوديوهات اللي قبل المباراة انا هغيرها يعني هغيرها مش هركز على الاداء بصراحة يعني في مباراة غنية بيساوي في الاستوديو اللي قبل المباراة قلت انا عاوز نتيجة واداء. النهاردة في الاستوديو اللي قبل المباراة. قلت انا عاوز النهاردة نتيجة واداء. بصراحة في المباريات اللي جاية عاوز نتيجة. حتى لو هكسب واحد صفر بطلق الروح بس اكمل. لاني خلاص مرحلة الاداء عدت. وطالما ما عرفتش تعمل الاداء اللي انا عاوزه. في الشوتين المباراة قدام غنيا بيساو. ومن بعدها شوتين المباراة بتاعة السودان. اكيد مش هسأل منتخب مصر عن اه عن الاداء. قدام منتخب زي مثلا اه كوديفوار او الجزائر لما نشوف مين بكرة هيتحنوا في بعض هيموتوا في بعض. نشوف مين بكرة اللي هيجلنا منهم او حتى غنيا الاستوائية وسيرليون لما نشوف. انتوا شايفين. احنا شايفين غنيا الاستوائية بتكسب الجزائر. يعني بطولة محدش عارف لها حاجة. بطولة مليانة بالمفاجآت. بطولة مفيش مباراة فيها مضمون. فالفترة اللي جاية في الاستوديوات التحليلية اللي قبل المباراة دور الستاشر وبازن الله ربنا يكرم التمانية وبازن الله ربنا يكرم في القابل النهائي ويا رب يا ربي في النهائي اكيد مش هسأل على الاداء بقدر ما هسأل على النتيجة. بازن الله. لان ساعتها هيبقى بلغة الكرة كده يا فرحتي. لما تلعب كرة حلوة في دور الستاشر ولقدر الله تخسر. عملت ايه بالاداء? ما عملتش حاجة. ودعت البطولة من دور الستاشر لقدر الله او التمانية. لكن في المباراة اللي جاية هركز على النتيجة لان النتيجة هي اللي هتخليك تكمل. لو كسبت انت متاهل للتمانية. كسبت وصلت للقابل النهائي. كسبت النهائي كسبنا راجعين بالرجعين الكهرة بالكاس بازن الله. وتبقى طبعا دفعة معنوية غير عادية قبل تصفيات آآ كاس العالم. الاستوديو بتاعنا خالص. عاوز اختم قبل ما بارك للمرة الاخيرة. لازم نشتغل. نحافظ على المكتسبات اللي طلعنا بيها من المباراة النهاردة. في مكتسبات كتيرة. عندك محمد عبد المنعم ما شاء الله اداءه النهاردة وهو اللي مكسبك. مدافع اصلا ما كانش اساسي. ربنا آآ كتاب له ان هو يبقى اساسي آآ بعد آآ آآ الوينش. نهاردة هو اللي بيكسبنا. في دي كل دي مكتسبات. عاوزين نحافظ على الاداء. عاوزين نحافظ على طريق التنفذن الاربعة تلاتة التلاتة اللي في نص الملعب التلاتة البولرز او شويرة بتوعنا. ان اني وعمر السلية وعبدالله السعيد. لو احنا بنهجم كده طبعا. عاوزين نحافظ على المكتسبات النهاردة مصطفى محمد افضل كتير جدا عن مباراة غينية بيساو. ففي مكتسبات عاوزين نحافظ عليها. والاخطاء عاوزين نشتغل عليها. لازم الجهاز الفني يشتغل على حتة قوة الشخصية. ما ينفعش تتخلى عن شخصيتك. وتسيب الكرة في الفترة اللي جاية. اللهم بلغنا عشان احنا اكيد زيكم نفسنا منتخب مصر يكمل لغاية النهاية ويرجع لنا بالكاس بازن الله. كده الاستوديو بتاعنا خلص. الاستوديو بتاعنا بازن الحلقة اللي جاية في دور الستاشر قبل ما نعرف مين المنافس بازن اللي هنطلع قبل المباراة. بازن اللي يكون معايا الزميلة احمد عز. في واحدة من الاستورز بتاع التوشيبة والعربي. اللي موجودة في كل انحق جمهورية مصر العربية. وزي ما وعدناكم هنغطي قبل المباراة وبعد المباراة. وهنتكلم في الامور الفنية بازن الله بعد المباراة. الف مبروك لمنتخب مصر. التأهل لدور الستاشر. والفوز النهاردة على السودان. ونشوفكم ان شاء الله في استوديو تحليل جديد. لمباراة دور الستاشر اللي الله اعلم هتكون قدام مين? شكرا والفو مبروك لمصر.